موسيقى في البطولة الاحترافية فالبارودي هو الذي قاد هذه المقابلة عندهم أربع دي الحالات في هذه المقابلة الحالة الأولى إلغاء ركلة جزاء في الدقيقة السعشرين للوداد البارودي يعلن ركلة جزاء والبار يراجع ويستدعي الحكم بعد الفحص والمراجعة تبين بأن ليس هناك مخالفة تستوجب الإعلان على ركلة جزاء وتم الإلغاء ركلة جزاء لصالح الوداد وهو قرار سليم الدقيقة السعوة الثلاثين مسك للعرجون داخل مساحة الجزاء وكان مسك فاضح لصدع غرفة الفار تستعي الحكم ستسولين يا أختي كان خلف اللاعبين وكان يفتح زاوية لا يجري وراء اللاعبين لكي يرى المسك للعرجون الفار دير الدور كانت مساعدة إيجابية راجع اللقطة وكانين بعض التدوينات يقولوا بأن العرجون حتى هو قام بمسك لاعب الوداد الرياضي ودخلوا بجوج متماسكين داخل مساحة الجزاء لكن المسك الفاضح هو الذي عقب دي اللاعب دي الوداد لجرء لاعب العرجون من القميس دياله الحكم البارضي لم يتردد بعد الاستداءة ديالكزاز راجع وأكد القرار بالإعلان على ركلة جزاء مستحقة للدفاع الحسني الجديد الدقيقة سبعين هدف الوداد لا وجود لتسلول برافو للحكم المساعدي الثاني أما الهدف الرابع فهو يدرس من ناحية التسلول في الدقيقة تسعين زائد خمسة والهدف الرابع للوداد شنا الباص في البروفوندر وكيفاش خرج المهاجم للوداد ودار بيشنات على حيث المرمى وسجل وهد الهدف وعجيب به عبد الغافور وصفت لي اللقطة بالليل لأنه قال لي هدف يدرس في الأكاديميات فبرافو للوداد وتمتعنا بتلك الطريقة التي سجلت بهذه الهدف